إنها مصر حصن أمان العرب ولسان الدفاع الدائم والأبدي عن قضاياهم لا سيما القضية الفلسطينية وهي إسرائيل دولة الاحتلال التي فشلت دائما وأبدا في إخفاء وجهها القبيح والتستر تحت الدعاءات حب السلام وعندما انكشف سترها وتنصل منها الحلفاء بمقصلة شعوبهم باتت الأكاذيب هي سلاحها الأخير في معركة الحفاظ على ماء وجهها الملطخ بدماء الفلسطينيين فبينما تواصل مصر مساعيها لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لمن تبقى من سكانها على قيد الحياة لم يجد فريق دفاع دولة الاحتلال مفرا أمام محكمة العدل الدولية غير للدعاء كذبا بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح وكيف هي مصر؟ وقد كانت على مدار الساعة تبذل كل الجهود لإصال مساعدات الإغاثات الإنسانية إلى قطاع غزة وكانت أول دولة تصل شاحناتها إلى القلب الفلسطيني بل واشترطت عدم دخول الأجانب الذين تم إجلاؤهم من غزة قبل أن يسمح الجانب الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كيف هي مصر؟ وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون مرارا وتكرارا وفي مقدمتهم رئيس الغزراء ووزير الدفاع أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود في تصريحات صريحة وواضحة حول نيتهم المبيتة لحصار المدنيين العزل بل كيف هي مصر؟ وقد دائبت جميع المنظمات الدولية والإقليمية على مناشدة الجانب الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية إلى حد عجزت البشرية عن استيعابه بل واتهمت هذه المنظمات الاحتلالة الإسرائيلية صراحة بمسؤوليته المباشرة عن ذلك الوضع بعرقلته لكل جهود الإغاثة في القطاع وكان آخرهم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ولمن لجوء لشهادة المنظمة الدولية إذا كانت حليفتها الأولى واشنطن ذاتها أكدت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمدة لها وهو ما ظهر جليا من خلال مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدولة الاحتلال أكثر من مرة بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخول المساعدات وإن كان فريق الدفاع الإسرائيلي يجهل الحدود الجغرافية التي تحكمها سلطات الاحتلال فمن المؤكد أنه معروف للجميع بأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفع بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال وهو ما تجل فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطع الأدلة كثيرة وشهادة أهلهم أولى بتبديد أكاذيبهم وتبقى مصر فوق مستوى الشبهات فإن كان فريق الدفاع الإسرائيلي لا يعلم من هي مصر فالجميع يعرفها بموقف ثابت وراسخ لا يتغير بتغير الزمان ولا الأوضاع ولا يحكمه السوى عقيدة الإيمان بالقضية الفلسطينية حتى يعود الحق لأصحابه